السلام عليكم انا عبد الملعب الخياطي الجوج دي الحياة اللي كانت تعانف منا بزاف واللي دائما متهم معها ضلماني يعني دائما الحاو ما كتتتفرج فيها كتتتعدى عليها كتتحقارني هي والعائلة ديالا كيجي وحتال من تحيط من وجهة ما تحجبت من أجل مخاللة ديالا و مخال تحت جرطني معاها وسحرتني و اكتشفت عليها قبل بجل واحد دار و كانت بحثت عليها اشباط الدار ديال الدارة كلشي عارفة لسقسي تعالي عاد يقول لك هذا الدار ديال الدارة اكتشفت عليها فيها قد اتستعمل البابراء و كانت تستعملها ليه كنا في ماكلة وقصدني مع العواوى الصغارين كي شموذيك النسمة خانزة تم وعملت الشي كالوكي المالك وخرجالي الأمن من تم ومعطوني شي الحق ديالي أنا قلبوا عليا كل شي دبي عملت للدعوة ديالنفاقة وخدخل الضعارة وجباروسية تم والأمن واللي خارج من ديالدار أنا عائلتا ما كان زولا شي أخوتا ما كان زولا شي ما ما كان زولا شي فوقش ما بغى تسمشي كتسمشي بالحق ديال للناس لماذا تمشي لهم لم تقدرشني عندها فيها دائما كتشي سقصر لي فيها ومن اللي ما كنكون شي هنا كنكون في الخدمة كتخرج من كتقرب الساعة للخدمة كتجي بعد المرس كنجي أنا بكري كنحصلة مكينة شي هنا دائما كتجي للوحدة التناش أقل ساعة عند العشر ونص هذه أقل ساعة كتجي وميكتجي كتقول لي ما شي شغلك أنت عمل اللي بغيت ونعمل اللي بغيت يعني أنا كتجي عندي عباس تبات ومصرف هذه اللي كتعرف مني أنا أنا الحق ديالي مكينة شي مرة من هدار مع عندي جوش عندي العائل وعندي بنيتا يعني هناك مكان هدار مع علاج شي هذا هذا الأبناء من اللي استعرفت عندي أنا بليا مقبل من اللي كانت بقى دراسة أبقى قدخلني الشك فيهم يعني كانت طالبتين من محكمة يعني يعملوا لي الخبرة ذلك العواب والتحاليل ونتأكد منهم هدوك رهد أنا اللي كانت عدب عليهم أنا اللي كانت صرف عليهم ولكن دبات خاني الشيك من اللي عرفتها من قبل مبلية يعني ليسا قسيتي على ذلك الدر يعطيك الناس يقول لك الدر هذه مخزن كين اللي كانت غطي عليها يعني نهار لها بطواعم تمام كاميرات تفهمت معهم في التين يفون هذا الجو وجمعوا ذلك الشيء وطلعات نصطحية وما خلوني شيء أنا طلع معهم نصطح أنا وقفوني في الدراج الثالثة وأحب يتم خارج من واحد الشرطة يعني هذا الدر هذا الدر يقل لك ما دائرة كانت مدوي من ذلك طلعوا عندي برمانوس أنا أبطوني العوامة من أحدهم من أحدهم من أحدهم من أحدهم من أحدهم من أحدهم تحب من أحدهم يجب أن يقوموا بمحضار في الدائرة السبعة معها. يجب أن يصالحون ويقتلون مع أن تصالح شيء معها. قال لكم محسوبة للدائرة السبعة. سير عمل ميلف ديالك في الدائرة السبعة. ما هي مشتارة التي تأخذوا معها في الدائرة عشرة بعدما تم التقبض عنها؟ نحن هبطونا الدائرة العوامة ما هبطونا شي لدائرة عشرة. يعني خلقكم في الدائرة. نعم. دبا هي مشترت رفعت الدعوة ديالنفاقة وهي نهار الحادعات خرجت من هنا. يعني أنا عايش معي. ما كل ما عايش صرف عليها؟ لما قدموا هاشي تلقوهم. ديك الساعات تلقوهم. يما هدى مخزن در بس هذي بطار شختي. ما شبروها ما هدروا معها. يعني صافي ديك المرأة هذي كتفهم معهم. وكل شي دك يغطيوا عليها. هي مرأة معروفة. وشحة من وحدة خرجوها متما هي وخينا. استدعوها وخارجوها متما. دار غير هنا احدى مدراسة ديال 20 غشت. شارع مملكة السعودية. مكا دين دار كتفهم على الحالة لا يورد. كسب الرد بالغذية في العواوي اللي هدر سمعها. او هذي قد سهددني انا. وهذا دراجوش ابا. ابا الله سيعمل لك. الله سيفعل لك. من اللي كانت طيحة اليدي كتفهمة. انا هرسة وانا هذي. المرأة اللي كانت السمعات الأقوى اللي هذي. والشهدات بسكس هددها حتى هي. بالاخر من اللي اغدرت معها قتلة متقاشي ستدار معها. رجعت مشتل عندها. هزات راسة ومشتل عندها. يعني بغت. بلية ديال الغابرة. انا ميبقى سكان بحث قالوا لي كنت تنفح باش متعرفاتتي. دمي رجع سكس كميها. عادت فضحات. بقى سكس كميها النسمة. فيها وفي العواول. في مات بشين لديك الدار كمي تجيب لديك النسمة. وطلعت لي بقى سكس كمي في الدار. حصلتها كتف عملالي في الطنجرة مماكلة. يعني ما عرفت هناك حمارة كليسة معها. حسابة ان كنت تكوني مماكلة في طهري. وكان حك طهري كنت تشبار حبيبات ستيتوين. واساعدت لي في القبص. لانه حسب الغبرة. قبص كوس كان قول الغبرة والعراق. ماذا حصلت لك تعملالي في مكالة؟ لا. عادت لي عرفتها هي. قلتت هي اذا كنت تسفا. مني انت تسفا. لم تكنتش عارفة. لا بكنتش عارفة. هما زربوا عليها في العرس. وما زربت عليها في العرس. يعني هي حديدت العرس الراسة أنا ما اهضارتي لك. لقد فهمت أن أدخل مكالمي حددت العرس تفهموا مع بعضياتهم جاء ببهاز عمكي عوني هنا في ابني فهمتين؟ يعني نسلفت من جمعية وهذه وجبت نعطيته هو جاب السلعة و جاء عوني في ابني يعني زربوا عليها باش من عرفتها شي حاجة شو حمود دادة بارب عثني يمعيها في الدار عاد كتشفت هذه شي هاداية يعني دائما صداع دائما دائما الحيحة دائما من هذه طالع لها شي هادا يقاعد مشاكل معها و هي شفت هذه الدعوة في الصالح ديالي تهمت لي ترجع انتي لم تريد أن ترد قتلي صافي كحالتي على رأسك النهار اللي قالت لي نهار اللي خرجنا من محكامة في الجلسة الثانية و قال لي قادي يجيب الشهود لغدا ديالو وعندما كانت سمعت كان ترعد كانت سمعت لغدا دائما ذهبت باستفادة و قال لي قادي يجب شهود و قال لي قادي يجب و قال لي قادي كنت أطالب مخزن يعطيني الحق كنت أطالب غير حقي لا أطالب أي شيء لا أعدي عليها لا أعدي عليها كل شيء يعرفني في الحومة هي عيس ما تتهمني بمخادرات وأنا كل شيء يعرفني لا أحتاج أن أفعل مخادرات يعني السيدة كنت أتهمني أنا كنت أطالب غير الحق لا أطالب حساب شيء طالب حقي يعمل لي الحال ونتفك من هذه السيدة يجب أن أتفك منها لا تتعيش شيء معي أم عبد المعين المعين كانت تعدى عليهم مرات يلو بالزب يكونوا يدابزوا ويأتي ويقولوا أن هذه المرأة التي أتيتها ويأتي لما أنت ترتاح معها بين الحين ويأتي أفعل أن أطالب كانوا يدفزوا الفوق و أخذوا و فكوهم و هبطوهم هنا و قلبس مقاسي يدفزوا يوية هي تبا اهتال هنا نقص اليمان و ندربوا و يشبروا أخوته هنا كل مدربة و يبعدوه منه و هي كتتهجم عليه ميجات مطلعات المطرر هنا مش يتنقزوا و تقوز عليها من هنا من اللي قالت لها احنا اهتال هناィ بينهم و لم يتحطي من يتحطي اليمان و ميجات اليد و يقولوا نقصت على مقاطعات المطارق و أتقضي و هادة تقلبوا لا تعوجه لها قالت هرسوني و نبيلة و منحب و يحطوني في الخروج و دربوني و هي كتنسيت كان يجب أن أمدفع ذلك ولم يجب أن أدبع فيها فأنت أعلم أن أتبحت بأمان كيف حدثت أمدفع ذلك؟ أنا لديكم إتباعون أن أدبعا وليس لديكم لدينا أدبس معهم وليس لديكم إتباعون وإن أقول لأخير لدينا هذا بني أدبعا بنا اشتركوا في القناة